ولا موازنة في عام 2022 للشعاب ولكم في 2014 اسوة حسنة عندنا تجربة واقعية صارت 2006 لما انعقدت الجرسة مع المجلس النواب وكان في وقتها اظن فؤاد معصوم او ما اعرف منه هو رئيس جمهورية فهنا ادور اقابت دعوة باسم منظمات المجتمع المدني تلزم بها فؤاد معصوم بدعوة مجلس النواب للانعقاد وانتخاب هيئة رئاسة ففعلا رأسا خرج قرار المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب بالانعقاد وانتخاب رئيس جمهورية واستكمال الاجراءات الاخرى وإلا بقت القضية صارها حوالي 9 شهر وكأن شيئا لم يكن فهي مو جديدة هي مو جديدة بس ما قادرين يلتزمون بهيكلية الدستور ما قادرين يلتزمون بالمدد الدستور المحكمة المحكمة الاتحادية العليا هي التي تضع حد لهذه التصرفات زيان سيادة القاضي انت وديتنا نقطة جميلة جدا او حل اخر اللي هو الحل الاخر المجلس النواب الان هو كمل وانعقاد وانتخاب هيئة رئاسة واذا شاف الامور ما رح يتوصلون بها الى نتيجة يحل نفسه اغلبية الثلثين او ثلث يطلب حل مجلس النواب فلما ينحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة اعتقد 165 او 169 رئيس الجمهورية الحالي يدعو الى انتخابات جديدة في غضون ستين يوما زيان هذا حل ماذا المادة 64 من الدستور انت استجهدت بقضية منظمات المجتمع المدني السيد رايد فهمي معنا وكنا نتمنى سيد مثال الالوسي رئيس حزب الامة يكون معنا الان اقام الدعوة الان انت تشجع او من خلال هذه الحلقة ان ندعو منظمات المجتمع المدني المثقفين قوات شرين المعارضة السياسيين المعارضين ان يحذو حذو الحزب الشوعي وحزب الامة وان يقيموا هذه الدعوات كوسيلة الضغط من خلال المحكمة الاتحادية على هذه الخروقات ممكن هذه الدعوة تكون مكبولة بالتأكيد 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 استاذ نجم احنا نتمسك بانهاي السلطة اللي راح تولد هي سلطتنا لان الدستور يقول الشعب مصدر السلطات واساس شرعيتها يعني لا شرعية لكم الا من خلال الشعب فاذا الشعب طلع حديكم واقام دعوة امام المحكمة الاتحادية العليا انه دولة فشلوا ولو ان المحكمة الاتحادية اطلقت عبارة قالت ولمرة واحدة يعني اختيار رئيس الجمهورية ولمرة واحدة اذا فشلتم اقول هناك اجراءات اخرى لكن انا مستغرب بالجرسة الاولى فشلوا والجرسة الثانية ايضا فشلوا عندها رمى السيد مقدد الكرة بملعب الاطار التنسيقي لبناء حكومة هم ايضا ما يقدرون يسوونها ولهذا احنا لازم هسا نبقى اش وقت الجماعة يتفقون حتى نقدر ننتخب رئيس جمهورية ونرشح رئيس وزراء وتتشكل الحكومة ولا موازنة في عام 2022 للشعاب ولكم في 2014 اسوة حسنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة